هذا وتتواصل الاحتفالات بعيد الفتر المبارك حيث تواصل الحضائق والمتنزهات استقبل المواطنين لقضاء إجازة العيد في أجواء ممتعة وللمزيد ينضم إلينا من حضيقة الفنون بمنطقة المانيا المراسل التليفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في صورة الأجواء لديك تحياتي لكم كل عام وأنتم بخير وكل أسادة المشاهدين وكل المصريين بألف خير يعني عيد الفتر المبارك لازلت كل الأجواء المبهجة المسيطرة في الحضائق والمنتزهات مستمرة عدد كبير من الأسر استحبت الأطفال للتمتع والاستمتاع بكل الأجواء الموجودة سواء بالأماكن الجلوس على النيل وأيضا الطاولات الموجودة بأسعار مناسبة سواء في المأكلات أو المشروبات أو حتى أسعار التذاكر المختلفة وأيضا وجود مساحات كبيرة للأطفال هناك عدد كبير من ألعاب الأطفال الموجودة في الحضيقة الأطفال يقومون بممارسة الهويات المختلفة في هذه الألعاب وعندما تحدثنا مع عدد كبير من هذه الأسر تحدثوا أنهم يتوجهون مباشرة في كل إجازة عيد الفتر المبارك أو الأعياد بشكل عام إلى حضيقة الفنون للاستمتاع بالموقع الجغرافي المتميز حيث تطل الحضيقة مباشرة على نهر النيل وأيضا في حالة التقصى الرائعة الموجودة يعني يستمتع كل الزائرون بالأجواء الجميلة الموجودة في هذه الحضيقة وأيضا كل الذين يعملون هنا في الحضيقة كرسوا إمكانياتهم وأيضا سخروا جهودهم لتوفير بيئة مناسبة وأيضا توفير كل الأجواء للمواطنين كل المواطنين في حالة مبهجة في حالة فرحة كبيرة الأطفال يلعبون ويمرحون وأيضا الأسر المصرية كلها أتت إلى حضيقة الفنون للاستمتاع بكل هذه الأجواء فالحقيقة حضيقة الفنون من الحضائق الجميلة وهي تحتوي على مساحة أكثر من 5000 متر مربع فبالتالي تسع عدد كبير لكن الحقيقة الآن تحديدا لا يوجد يعني موضع لقدم كل الطولات ممتلئة وكل المقاعد ممتلئة المساحات الخضراء أيضا يعني الأسر ما حول المساحات الخضراء يفترشون أيضا للجلوس ويستمتعون بكل الأجواء الجميلة هنا في حضيقة الفنون فبالتالي نتحدث عن أجواء مبهجة للأسر المصرية هنا في حضيقة الفنون فبالتالي يعني كل عام وكل المصريين بخير ودايما كده المصريين مبسوطين وفرحارين بكل أجواء العيد المبهجة ودايما مصرف أمن وسلام واستقبال لازال حتى الآن كل البوابة مفتوحة تستقبل كل الزائرين لهذه الحقيقة وستستمر حتى وقت متأخر من الليل مع إتاحة كل التذاكر الموجودة بأسعار متميزة لأي الكبار وأيضا الأطفال ووجود كل ما يساعد على الاستمتاع بإجازة عيد الفطرة المباراة كل عام وأنتم بخير ومصر دائما بخير والآل عودة إليكم مرة أخرى نعم كل سنوطة طيب محمود جميل كنت معنا من حضيقة الفنون بمنطقة المانيال شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك